إلى قطاع غزة حيث باشر المستشفى الميداني الإماراتي الذي دشن خدماته العلاجية أمس الأول استقبال المصابين حيث وصلت أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان من كسور بليغة وباشر الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى والذي يضم كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة التعامل فورا مع الحالتين وقد بدأ المستشفى الإماراتي الميداني المتكامل في غزة أمس الأول تقديم خدماته العلاجية لابناء القطاع وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع التي تواجه ظروفا استثنائية حرجة ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا وذلك في إطار عملية الفارس الشهم ثلاثة الإنسانية لتقديم العون والمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع